اشتركوا في القناة 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 لمواجهة العدو اشتركوا في القناة 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 موسيقى اشتركوا في القناة 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 كانت زوروه باقي وخاص بزارتها الحويج اللي هما يدارو معانا مع عرفتوانا صغير ومنذ الهجرة ديال الفرنسا وكان جيت قريباً سانوياً وكان زورها وكان قتل إنه أنا ملحامة من محمين ودامين هي في الجسم ديال إنه كان خلقتها هنا في هذا المنطقة موسيقى ما كيش اللي زافراستركتور ما كين البنية تحتية لمقاعي والناس كي يعاني من هاد المشكل هي اللي اعطاتني لي ديقيت ربما أنا كمهاجر في أوروبا علاش ما نديرش وحد المؤسسة هنا كمنتاجاء عنده علاقة بسياعة القروية سكي في هاد اللي دي جيت من هاد القصبة هاد موسيقى 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 حالة ديال بولعوان باش نكونوا واضحين هو بصفة عامة ترميم ديال أي معلمة معلمة من اللي كيكون ترميم من ناحية تقنية ناجحة مئة في المئة يعني بشهادة الجميع كتكون في الحقيقة نجحة يغيب خمسين في المئة يعليش؟ كتكون نجحة يغيب خمسين في المئة لأنك إلا ما عطيتش واحد 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 الوظيفة جديدة لذلك المعلمة يعني إما كتعاود لها نفس الوظيفة اللي كانت عندها على حساب طبيعة المعلمة يعني إما كتقدر تعطيها وظيفة جديدة على حساب ضوابط ضوابط تقنية علمية سيئة كذلك ونصوصية واقتصادية باش تكون كتماشة مع هذه المعلمة فالحالة دي القصبة دي البول عوان من اللي ننسى ليه الترميمات ديالها وتكون ترميمات تقنية ناجحة غدي كن معنا عجرة إعادة الاستثمار ديالها الفتاة فإعادة الاستثمار ديال البول عوان لكي ما قوس مختلف على الاستثمار ديال المعالي متاخذ الأخدار أدالي داخل المدن باعتبارك هنا في البادية إعادة ترميم ديال القصبة ديال البول عوان غادي نطالق ترميم ديال الأجزاء المهددة بين الإنهية الأجزاء اللي هي عنين استعجاليها ونمشي وندزوه طرف في طرف أون أولها مثلاً عنا دار السلطان مع المنزه ديالها اللي طالع شاهي أكتبارك الله هذك دار السلطان اللي كان عند الفناء ديال الأوسط والقاعات ضايرة بها يعني بالزليج دياله حتى لو طرسي ديال زليج قادرين نعاوده كيفاش كان الزليج مصاوب البلدي المغربي بسغير وعين والقاعات بربعات اللي دايرين بها بالأرويقة ديالهم يعني بالبيليات ديالهم بالأعميدة وكذلك المنزه المنزه اللي فيه واحد ثلاثة ديال الطوابق ديال الشرفات من يمكن تطلع على الوعد ديال الأمر الرابع كين كذلك المسجيد المسجيد اللي كان في واحد الفترات من تطرميم دياله عامل مستحسن ولكن السقف دياله ما كانش حسن فغدي يتعاود داك الجامع ويقدري يقول لي تقام فيه الصلوات ويحني ماشي بالنسبة للناس الضوابر المجاورة من دون شك كعننا الأهرية كذلك الأهرية هذوك الأهريان اللي عارفنهم اللي باقين باقين واللي انداتروا عارفنهم قدرون يعاودوا وغدي نصلحهم ومع هذا الشيء الضغط ستكون حفرية أتاريا رأي ممكن تكون 20-30 سنة ديال حفرية الأتاريا ولكن ستكون تهيح حفرية أتاريا الذكية هذين نمشيهم بدأوا بالحفرية الأتاريا في بلايس اللي عارفين هذين لقاوا مباشرة من بيعتها الأتاريا الأولى في شرلولي الخدمة هذين نبينوا على بعض الأبنية الأتارية اللي مطمرة تحت الأرض ديال بولعوان ديال القصبة وغدي تبان للعيان وغدي تعطيهم موقع أتاري وغدي تبان صورة ديال بولعوان كيفاش كانت جزئيا يطرف منها يعني يطرف بطرف فالفطرافاش بنها موليس معي هذ الفضاءات الأخرى اللي هضرنا عليها ممكن تعطيها وظيفة ما تفندبها بحال دار السلطان يعني من اللي غدي تبنى بالقاعات ديالها وفيناء الأوسط ديالها ممكن اللي تكون عندها واحد طابع سوسيوتقافي ومصالحة لما نزه كذلك رأي الناس بقاوا يطلعوا ويشوفوا الواد وتنظروا يعني كمحج سياحي هذك الأهريات تغطيتها هي وظيفة يعني ما غديش تكون الناس من اللي غدي يدخل الزائر المغربي ولا الأجنابي غدي يزور الأهريات غدي يشوف البناء ديالها ويفهم الميكانيزمات ديالها وعلاش وكيفاش وفسميزو والتقنيات ديالها ولكن في نفس الوقت غدي يلقى واحد المعارض ولا غيرقى واحد المتحاف ولا غيرقى يعني غتكون عندها غتكون عندها وظيفة قصنا نخلقوا واحد الجوعان مهنة ديال بولعوان لما يأتي السائح ميمكنش ميلقاش تقهوا فين يشرب قهوا ولا فين يأكل ولا شعلا لا غدي يلقب لأنه رأى ممكن يجي البولعوان وريحنا تلتيان ما شي غدي يجي في الحافلة سياحية ونف السيارة دياله ويزورها ويشوفتش كله مزيان وغدي يكون الدخول بالآداء طبعا الحال لأنه غدي تولي ذك ساعة معلامة مؤدية لها الدخول ولكن الدخول ماشي شي فلوس كثيرة بزاف اللي غدي تدخل من الخزينة العامة للمملكة في الضرائب المباشرة وغير المباشرة هذا شي قليل وخي يجيه بمئات الآلاف هدي يكون مدخول قليل ولكن اللي غنديره مشاريع أخرى موازية في الجنب ديال القصبة بولعوان في الجنب ديال الواد في الأراضي الشاسعة ديال الناس غدي يكون نبحى لخلقناه واحد مجتمع صغير فهمتي ولكنه أوريونتي موجه هالتوجه دياله غدي تولي أرويقات ديال بيع وشرة غدي تولي أرويقات صناعة تقليدية غدي يوليو دكاكين يكونوا مقاهي ويكون إقامات سياحية مثلا لميزون دوت دك دور الضيافة ويكون عندو طابع بلدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر